لكن أنا بس بيستوقفني ماينفعش تعمل بطولة زي دي وتقول لي جوازها تلاتة مليون جنيه مليون ونص للأول مليون للتاني ونص للتالي لأن أي فرقة من تلاتة دول و250 للرابع و250 للرابع أي فرقة من دول تكلفة المشاركة في هذه البطولة أضعاف هذه الأرقام إذا كنت جاي برعاة يبقى وفي 100 ألف لكل نادي مشارك بعد كده بس ده كلام بردو إيه برهيب دي يعني طب أفرد أنك كسبت البطولة دي حتصرف كم مكفآت للأجهزة الفنية واللعيب ها وا 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 هتصرف مبالغ يعني هي يجب تسويقها بشكل يعني إذا كنت عايز تعمل حاجة قوية وتقول أنا عملت شيء تنفسي مش ضروري تكسب منه لوحدك يعني شوف بقى وانت بتدي بطل الدورة دي ما انت ما بتديلوش حاجة يا سيدي ما تديش ما تديش لكن ما ترحش تقول أنا اديتك مليون جنيه تعال ألعب على مليون جنيه مليون جنيه إيه يعني يعني حتى لو كان الهدف فني أن أنت فترة تتوقف ما هو فني يبقى أصلي الترويج للبطولة نادي حنعمل بطولة قوية حنحط لها جوائز وحنحط لها كلمة جوائز كانت بتاخدنا في سكة أن حنشوف فكر جديد بقى في تسويق هذه البطولات يعني أنت ما المليون ونص دون مساء تلعب ماتش سوبر أهو ماتش واخد بالك لكن لما تلعب لي دورة فيها شوف كل مجموعة تلعب كم ماتش وبعدين كم ماتش في الأدوار اللي بعد كده عام تفرز بطل كل دي إزعاءات وبس تلفزيوني ورعاة يعني لازم الجازة تبقى عايزين نعظم مسابقاتنا المسابقات المصرية والدوري المصري دوري قوي لكل بتفرج عليه دلوقتي داخل وخارج مصر يستاهل جوائز كبيرة أو عن كده يستاهل إن إحنا نسوأ نفسينا بشكل أقوى ونبطل فكر ما هو ده إحنا معترضين على إن اتعاد الكرة كانوا ياخد الكيكة معظمها لوحده إحنا عايزين بقى نشوف فكر جديد يعني أنا على قد ما بحيي الرابطة وعلى قد ما بحيي مواقفها بحيي يعني الاتزان اللي بيطلع في تفسير المواقف فتاحها لكن شوية خاب أمل عندما أعلنت جواء زازية المسابقة لكن إذا كانت من ناحة الفنية حتدي حرية بقى من خلال منافسات شبه جدة يبقى نجرب لعمتنا ليه لا نجرب الصعيدين ليه لا نجرب الناقهين نجرب الناس اللي مش وقد فرص تلعب لا دي فرصة ذهبية وقد يستفيد منها النادي الآلي كإعداد لكاس العالم للأدية في تجربة الغير الدوليين اللي أصبحنا مش عارفين يعني هم اللي حشيلوا الليلة في الآخر ولا إيه فمهمة هي بطولة من ناحية الفنية أنا شايفها فرصة كويسة ويجب أن يتعامل معها الجهاز الفني في الآلي من هذا المنظور منظور أنك أنت بتحط إيدك على حاجات كتير جدا قبل الصفر بتلعب مرشاة قوية؟ بتشوف كمان تدي الناس مسئوليات وتجاهز يعني أنا دايما يعني أقول إيه النادي القوي وزي النادي الآلي يكون عنده البدائل المتقاربة في المستوى كل فطر توقف يجب أن يعاني اللاعب الدولي عند العودة أن يجد له مكانة من خلال إيه رفع مستوى مش هنقول المدلاء لأن ولا الصف الثاني لأن الحقيقة أي واحد من الناس اللي موجودة دي كان قبل كده هو في المنتخب في صف الأول هو اللي كان موجود مكان للناس دي فهو ما فيش صف أول صف تاني في الآلي هو في صف فيجب أنك أنت لما ترجع وأنت هترجع تعاني بعض الإرهاق تجد ناس وقفة على رجليها تستطيع أن تنتزع الثقاف أنها تقدر تحسن تمثيل النادي الآلي هو ربنا يعني رزقنا بالألم من وجهة نظري ما عرفش سيبوصلها إزاي جهاز الفني أنا مش هكون يعني في مكان أحد أنا بقول لك هي فرصة أن نستعد جيدا من ناحية الفني أما الجواز والكلام ده دي مش جواز سرع